يعني أنا أوصل لك اللقاح لباب بيتك وأنت ترفض متاخده شنو اللي بيجي السبب؟ شنو السبب؟ يعني الأفكار الغريبة الأفكار المو صحيحة اللي وسطت للمواطنين عن اللقاح يعني مضار الجانبية للقاح اللي هي محقيقية بعض الإدعاءات اللي طلعت من الناس اللي مشعوذين والدجالين فيما يخص اللقاح اليوم العالم مصر أكثر من ست مليارات جرعة لقاح أنا أكون مواطن واحد إنسان واحد أخذ ثلاث جرعة لقاح تلا يقول إنه العدد أكثر من العالم ما سجلنا مضار جانبية كبيرة نحن رجقل بالمئة؟ نحن 14% بالعراق في حين دول مجاورة إنه إيران سجلت 62% تغطية لقاح تركيا 1-60% السعودية 66% نحن لغاية الآن 14% نسب متدنية جداً ذكروا الأساتذة الموجودين هذه النسبة المتدنية جداً تخلينا نخاف من الدخول بالموجة لأن إذا دخلنا بالموجة ودخلنا بالريد زون راح تكون عندنا مشكلة ممكنة نتعرض إلى أصابات شديدة نظامنا الصحي واقعنا الصحي راح يتحمل إنه إحنا نتحمل 10.000-15.000 أصابة يومياً الله يرحم ذيك الأيام دكتور قال لي كنا نتوسل حظر تجوال كل شي نغلق الحياة كلها نغلقت ونتمنى ها لقاح يا الله ومتظرين وعيننا وين على أخبار بل كنت نشوف لقاح هذه اللقاح الأول والثاني والثالث وبالأخير قام يوصل اللقاح تعرفون وين؟ باب البيت يندق وما تريدون وهذا رجعنا المربع الأول والله نتمنى من القلقاح واحد موجود أريد أعرف ما هي الجهات اللي ساندكم بعملكم مطلوب يعني مساندتكم بالتوعية الإعلامية يعني المؤسسات الإعلامية بشكل عام إحنا الآن عندما نكون في بوادر الدخول للأزمة الآن ندعو جميع المؤسسات الإعلامية في العراق أن تكون هناك حملات منظمة وحملات صحيحة ومنهجة للدعوة إلى اللقاح الدعوة لارتداء الكمامة التباعد الاجتماعي مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة يعني إحنا اليوم أعتقد أكون اجتماعات متكررة للجنة العليار الصحة والسلامة نتواصل مع السيد محافظ بغداد وستاذ المحافظين من أجل أن تكون هناك تعليمات لجميع المؤسسات حتى ندخل موضوع اللقاحات بشكل رئيسي ومهم ضمن الدخول مؤسسات الدولة يعني بصورة عامة أكيد معاكم متكاتف قوات أمنية قوات أمنية يعني تعرف المؤسسات الحكومية الأمينية اللي تدعمنا شون يريدون نسوون إحنا ما عدنا بالقانون شيء يفرض اللقاح يعني أنا ما أقدر أخذ وياك شرطي أنه يكون إجباري فما يعني ما كو شيء ما بيدنا غير أنه الوعي المجتمعي دكتور فراث شون يقدر نكتشف شكرا اشتركوا في القناة